اشتركوا في القناة عن اللعب التعاوني واستعراض نسخ الاجيال المختلفة والقصة واللعب لكن قبل ما نخش في الموضوع وبخصوص تغريدة الاستوديو انه انهاء الجزء الثاني من داينج لايت بشكل كامل وبنسبة 100% فرح يحتاج لخمسمائة ساعة رجع الاستوديو وضح انه القصة الرئيسية رح تحتاج ما يقارب العشرين ساعة اما اذا ناوي على كل المهمات الجانبية فرح ترفع المدة لثمانين ساعة اما الخمسمائة ساعة فرح يحتاجها لناوي يشوف كل الاختيارات ويحصل على كل النهايات ويجمع كل شي ممكن ويخلص كل تحدي وكل نشاط موجود في اللعبة وبالنسبة لي اشوف انه من عشرين لميت ساعة تقريبا مدة منطقية للعبة ضخمة بعالم مفتوح وتفرعات بالقصة وبكذا الاختيار عند اللاعب انه اذا حب يستمر بالعودة لهذا العالم وفي نفس الوقت اللي يبغي يخلص القصة وبعض المهمات الجانبية فرح يحتاج مدة منطقية ومعقولة وتحلل المبلغ المدفوع بالتجربة خصوصا اني اتوقع انه الستوديو تيكلانت رح يقدم مهمات فيها اهتمام كبير مع تجربة ظاهر انها رح تحسن من كل عناصر الجزء الاول في جملة اثناء الحلقة جذبت اهتمامي في وصف احد المطورين لداينغ لايت 2 مع كلامه عن اهمية الترابط بين القصة واللعب والعالم بالنسبة لهم وكونها شيء اساسي في التجربة مع جعل قرارات اللاعب انها مو فقط تغير في القصة او النهاية بل حتى رح تأثر على المناطق والمرحل القابلة للعب والاستكشاف وهذه التغيرات رح تكون واضحة على عالم اللعبة العالم اللي يتكون من اخر معقل البشرية المعروف باسم المدينة او دا سيتي واللي من خلالها بنشوف قصة ايدين كالدويل اللي يبحث عن اخته مية من ايام الطفولة ورحلة البحث وصلته لداخل جدران المدينة المقسمة بين جماعات مختلفة ومن ناحية القصة في العرض الجديد فاكثر شيء شدني واثار اهتمامي ان واحدة من الشخصيات اتكلم عن كرين بطل قصة الجزء الاول واللي احداثه حصلت قبل اكثر من 15 سنة من الجزء الثاني واللي تم تلخيص كل احداثها على القناة والمثير الاهتمام انه امكانية تواجد شخصية نجت من مدينة هاران وصرت ابغاء اعرف كيف هربت من اول مدينة انتشر فيها الفيروس اللي دمه للبشرية وقضى على فوق التسعين في المية منهم اما بخصوص اللعب فالاكيد انه الاستكشاف رح يشكل جزء مهم جدا من طريقة اللعب مع تواجد الكثير من الاسرار المنتشرة في الخريطة والمهام الجانبية والانشطة والتحديات المتنوعة والتنقل في هذه المدينة رح يكون بسرعة وسلاسة باستخدام مهارات الباركور اللي تم التشديد وفي اكثر من حلقة انه تم تطويرها بشكل كبير جدا مع اضافة الكثير من التحركات والادوات الجديدة اللي مفترض انها تخلي التنقل والجري والهروب من الزومبي اكثر متعة واحدة من الاشياء الاخرى اللي ايضا تم التشديد عليها هو انه الباركور ما رح يكون محصور فقط على التنقل والهروب بل ايضا بتكون مفيدة واساسية في القتال سواء في قتال البشر او انواع الوحوش الكثيرة واللي اختلفت واتطورت بشكل اكثر رعب عن الجزء الاول ايضا تيكلاند اكدوا انه التركيز ما كان فقط على الامور البصرية في عرض العالم والقصة بل حتى في المؤثرات الصوتية والموسيقى واصوات الوحوش والتمثيل الصوتي بهدف انهم يقدموا تجربة تخلي اللعبين يندمجوا في عالم المدينة التجربة اللي بتكون قابلة للعب والتختيم بالكامل لحالك او مع ثلاثة من اصدقائك يعني باجمالي اربع لعبين والوضع بيكون انه اللعبين رح يلعبوا القصة والعالم الخاصة بالمستضيف او الهوست ولما مثلا يجي وقت اتخاذ قرار في الحوارات والقصة والاحداث فرح يكون فيه تصويت لكن في النهاية المستضيف هو صاحب القرار الاخير فايش القرار اللي بيتم اتخاذه والاحداث اللي رح تحصل في قصته اما بخصوص موضوع اللعب عبر المنصات والاجيال فبعد ما بحثت عن تعليق رسمي حول الموضوع لحد الان ما لقيت شي مؤكد مع تواجد كلام انه اللعب عبر الاجيال رح يكون متاح مع الاصدار اما امكانية اللعب عبر المنصات فرح تتوفر في وقت لاحق لكن مثل ما ذكرت يبقى هذا الكلام غير مؤكد وغير رسمي واذا احد فيكم عنده الخبر الرسمي فيريت يشاركنا هو في التعليقات ومع الكلام عن الاجيال المختلفة فضمن الحلقة شفنا استعراض قصير للعبة على مختلف الاجهزة مع تأكيد ستوديو تيكلاند انه هذا الشهر رح يكون فيه استعراض مطول لهذا النسخ وخصوصا الجيل الماضي اتوقع للتأكيد على انه اللي حصل مع سايبربنك ما رح يحصل مع داينج لايت شخصيا داينج لايت من التجارب اللي جدا متحمس عليها وبتكون في ستاحية جميلة الفبراير المنتظر وتقدروا باذن الله تنتظروا تجارب ومراجع على القناة مع الاصدار وشاركونا في التعليقات رأيكم عن موضوع طول التجربة وهل داينج لايت من الالعاب اللي ناوين عليها في فبراير ولا في غيرها اهم بالنسبة لكم وكالعادة شكرا على المشاهدة